نروح معكم على الصحافة الرياضية الصحافة الرياضية النهاردة نقراها من جريدة الجمهورية وزملتنا العزيزة نورهان تمان وحيكون معها دفنا والأستاذ الصحفي الكبير أكيد حسام الغرباوي بنستمتع برضه بقراءة الصحافة معاه يعني نورهان بونجور الصباح الخير والفل عليك على أستاذ حسام ومن الأخبار اللي مش معاكي لكن هي كانت معنا مبارح معلش أنا حضيفه هنا لو تسمحي أنك كمان تستفسر لنا من أستاذ حسام فكرة هنا ما يعني يثار مؤخرا حول أداء محمد صلاح والبعض اللي بينتقل أنه هو مش في أفضل حالاته إزاي أستاذ حسام ممكن يرد على هذه النقطة لأنها أنت عارفة عاملة يعني جدل كبير جدا على السوشيال ميديا فضاليا نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان إحنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة الجمهورية نتلاقيكم على الأبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ومعانا النقد الرياضي حسام الغربوي طبعا للتعليق على أخبارنا وخلينا نروح لأول منشاة معانا من جريدة الأخبار اتحاد الكرة يخاطب كاف لعودة تنظيم دورات المدربين أما تاني منشاة معانا من الجمهورية فازة بالدوري العربي طلعت يكرم منتخب مصر لرياضة الإلكترونية وثالث منشاة معانا من اليوم السابع السفير المصري بأغندا يستقبل بعثة فيوتشر في مقر إقامة الفريق أما آخر منشاة معانا من يلا كورة مؤمن زكريا يكشف كواليس مفاجئة صلاح واحتفاله مع لاعبي ليفربول وزي ما قلت يا نهواند طبعا الحديث عن محمد صلاح لا ينقاطح حتى لو مش معانا في نشرة النهاردة أخبار عن نجمنا المصري ولكن طبعا أخباره طول الوقت بتهم كل عشاء ومحبي الكورة المصرية والعالمية ومعانا طبعا للتعليق على أخبارنا وطبعا نسأله في اللي أنت قلت يا نهواند التعليق على أخبارنا الأستاذ حسام الغرباوي الناقض أرياضي بجريدة جمهورية برحب بحضرتك معانا في شاشة قلاتنا دي الآن أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير البداية خلينا نقول اتحاد الكرة يخاطب كاف لطبعا عودة تنظيم دورات المدربين التدريب في مصر يعني احنا شفنا في بوقت من الأوقات منتخب مصر بيقوم على وبيحقق إنجازاته على يد مدرب مصري احنا طبعا يعني يمكن تجربتنا بعد طبعا كابتن حسن شحاتة ما كانتش أفضل شيء شايف التدريب أو المدربين المصريين إزاي في الفترة الحالة؟ طبعا التدريب المصري المدربين في منهم أكفاء كتير جدا أنا واضح طبعا مع أندياتهم المحلية يعني وده شيء طبيعي إن اتحاد الكرة يطالب بإعادة وتأهيل المدربين المحليين عشان نرجع تاني أيام من معلم حسن شحاتة وغيره من المصريين اللي هم قادوا المنتخب بشكل جيد وده طبعا تم مع مدير الكابتن جمال محمد علي مدير التدريب وطبعا هيبقى محتاجين إحنا ناخد كل الرخص المتواجدة طبعا الأي بي والسي والغير البرو ولازم طبعا أن ده المدربين كلهم في حاجة لها ولكن طبعا بيبقى أعدادها محدود جدا خاصة الأي والبرو بيبقى ما بين 25 مدرب و20 مدرب وعداد ساعات معينة لازم يحصلها طبعا وتاريخي إذا كان هو لازم يكون مارس كرة القدم لازم بيبقى له عام من عام لعامين كمدرب بحيث أن هم يتسمح له بده وده طبعا هيرفع الكفاءات كتير سواء للمدربين أو المحاضرين المصريين وهو ده اللي احنا بصراحة بنسع عليه لأن احنا عايزين بعد كده المنتخب بتاعنا يبقى هو كل منتخب مصر من أول مدير الفني لغاية أصغر لعب طيب تاني خبر معنا عن الرياضات الإلكترونية يمكن في الفترة الأخيرة التكنولوجيا بقت متوغلة في حياتنا بشكل كبير والرياضات الإلكترونية برضو مش بعيدة عن ممارسة الرياضة فعليا وفيها اهتمام كبير جدا من الشباب ليها منتخب مصر بحق الدوري العربي شايف الخطوة دي إزاي؟ طبعا دي خطوة مهمة جدا كل الألعاب الإلكترونية تعتبر عصب الحياة دلوقتي الإلكترونيات في حد ذاتها موجود في المجال ما فيه إلكترونيات وطبعا ده التشجيع اللي حصل لمنتخبنا ده أو للفائزين ده شيء جميل جدا لأنه هيلفت نظر حتى الشباب المصري اللي إن شاء الله هو هيشارك في بناء مصر هيبقى هيتجه لهذه الأفقار الجيدة وطبعا اللاعبين المصريين قدروا أنهم تفوقوا على البحرين والأمراض في البطولة دي وده شيء طبيعي أنه هيبقى دفعة قوية للمجال ده وفي كل المجالات الموجودة في مصر من خلال الإلكترونيات يعني طيب تالت منشاة معنا عن فيوتشار ومشاركته في الكونفيدرالية شفنا فرق غير الأهل والزمالك بتشارك في البطولات الأفريقية في الفترة الأخيرة توقعاتك لفيوتشر في هذه البطول طبعا إحنا بنتمنى لكابتن علي مهر أنه هو يحق إنجاز كبير لأول مرة ليه هو طبعا وهو طبعا حتى الدفء في ذهنه كويس جدا من خلال تعليقاته واستعداداته للقاء القادم إن شاء الله في الدور الـ 64 وإن شاء الله طبعا اللفتة من السفير المصري هناك للاستقبال البعثة ده إدى دفعة معنوية كبيرة جدا للعبين وإن شاء الله بإذن الله يكسب ويكمل وينافس على البطولة بإذن الله طيب كان آخر منشت معنا من يلا كورة مؤمن زكريا نكشف كويس احتفال محمد صلاح معاه وهنروح يعني ناخد من تصرحات مؤمن زكريا لمحمد صلاح وكانت أنا هوندر تسألك يعني ليه محمد صلاح الأخبار ما بقتش إيجابية بشكل كبير زي الفترات اللي فات طبعا محمد صلاح نجم كبير وإحنا عشان بنحبه عايزينه يفضل ماشي على نفس الوتيرة ولكن ده طبعا كورة القدم والأحداث والتغيرات اللي بتحصل في أي وضع لأي لاعب أو أي فريق كبير ده شيء طبيعي جدا ولكن طبعا محمد صلاح زيما هو نجم في الكرة هو نجم في أخلاقه ونجم في طبعه وده اللي حصل مع الكابتن مؤمن زكريا طبعا كتلافت إنسانية جميلة جدا كل الناس بصراحة رفعت له قبعة أنه هو يقدر أنه هو يطلب من الطبيب بتاعه أنه هو يحضر معاه الاحتفال ومش كده وبس أنه هو عشان مؤمن قال أنا ما قدرتش أنزل الملعب أو أطلع المدرجات أصر محمد صلاح أنه هو يبقى في غرفة الملابس ومش كده أن المدير الفن كلوب بنفسه اللي هو قاد مؤمن زكريا للمكان وده شيء طبيعي وشيء جميل من محمد صلاح وبصراحة بنتمنى له التوفيق ونتمنى المؤمن بصراحة الشفاء بإذن الله العجل التمام الكامل وكلنا معهم هما الاتنين طبعا نجوم مصري إيرينج هالند بيهدد محمد صلاح في الفترة الأخيرة طبعا نجم الريجي لمنشستر سيتي بعد تحقيقه لأرقام قياسية كبيرة في ست جوالات اللي يمكن خضها في الموسم الجديد هل فيه تهديد حقيقي على أرقام محمد صلاح في هذا الموسم؟ طبعا احنا برضو الموسم لسه يعني فيه كتير ومحمد صلاح لسه في عيز نجمياته يعني فيه ناس أعطيت له أنه هو أفضل لاعب دلوقتي موجود على الساحة وشيء طبيعي الرياضة بيبقى فيها يعني هاتو خد زي ما بيقولوا كده وفيها ارتفاع وانخفاض يعني حتى احنا شافين ريال مدريد في افتتاح المباراة في أول موسم المدرب مدربهم الإيطالي قال لهم خلوا بالكم أن احنا في الموسم اللي فات في افتتاح المباراة اتغلبوا من أضعف فريق موجود ده مش معناه ان ريال مدريد أصبح اني بقى ضعيف لا ريال مدريد بينافس على اللقب الاربعتشر انه هو أكبر نادي خده فده شيء طبيعي ان يحصل ولكن محمد صلاح ان شاء الله يفضل وقادم وكلنا في ظهر ان شاء الله سيد حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية بشكر حالك جدا شكرا ودي كانت أخبارنا هنا من مقر جريدة الجمهورية وتعليق كمان الناقد الرياضي حسام الغرباوي على أخبارنا شكرا لكم جدا وعود مرة أخرى إلى الاستوديو مشكرك وسلملنا على أستاذ حسام جدا شكرا لك زميلتنا العزيزة نورهان نقرأ أكيد رائع